اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله يا رب كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك يا رب اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا واجعل حسن ظننا بك شفاءنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير عليكم حبيباتي ويش حوالكم لباس ما لكمش أتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير كما راكم تشوفوا حبيباتي الفيديو تعنا انت عنها اليوم عراهو فيه وصفتين الوصفة اللولا هي انتع كسرة خميرة في الفور يعني هي كسرة في الفور يا البنات وبيدون عجن وكل شيء اللحنة باش متفوتنا الوصفة نقول لكم مجدنا فيها وضعت الدقيق متوسط او رقيق خلاص انت وش متوفر عندك اذا عندك غلق شنوك حلادك او رقيق حطيت اللحنة ملعقة خميرة ملعقة سكر ملعقة سينوج ونضع ملح ربع مغارف زيت وبعدها نبليها كما راكم تشوفوا اللحنة سأخلط ربع ملعقة الزيت قمت لكم حوالي كيلو دقيق حوالي كيلو دقيق ربع خبزات كيلو دقيق خميرة مغرف مغرف سكر حوالي كيلو سينوج اختياري حطيت الملح ونضع 4 مغارف زيت انا المغرف كما تتعمل لماذا نكمل النصف حال مهمة 4 مغارف زيت 4 مغارف زيت مغارف زيت ونضع ماء سوف نضع ماء ونضع ماء ونضع ماء نضع ماء ماء نضع ماء ونضع ماء كل 10 دقائق سوف نقصر ونضع ماء ثلاث مرات المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة نضع ماء كيسة خميرة كميائية وزن 10 غراب ونضع ماء كيسة خميرة كميائية وزن 10 غراب ونضع ماء مغارف زيت ونضع ماء ونضع ماء قليل كيسة خميرة كميائية وزن 10 غراب ولنضع ماء ونضع ماء ونضع ماء ونضع ماء نضع ماء وتنقل ماء نضع ماء هذه هي الحركة اللي تديروها البنات هذه هي شوفوا راهي جارية خلاص هاكوا قاعدين نشوفوا هانيز تعاودت لكم الحركة كيفش تديروها شغول هاديك تحلي الفكتاعك وتديري هكاك ها راح على الهنا في هذه المرحلة نغطيها ونحطها بجيها حبيباتي اللي هنا وبعد عشر دقائق نعود نرجع لها ارجعت بعد عشر دقائق وجدرت عبت تطلع يا البنات شوفوا الحركة اللي ندير فيها عشر دقائق نرجع لها نهبت تطلع تحها ونفس الحركة اللي كنت ندير فيها نديرها هكاك مدة نصف دقيقة ولا يعني ثلاثين ثانية بركوسها هذا ما كان نزيد نعود نغطيها حبيباتي ونزيد نخليها عشر دقائق هزا تعاودت رجعت لها البنات شوفوا كيف هزا تديروها هدئ بالإجابة للشوفق لها نمرش بعد عشر دقائق ونلوزها ه usage نجد هذا هو ذلك في خلال مرتز في الشوف يوجد ثلاث مرات ثم نجد متضار الناس ونأتي نعودها سوف نلوز و نضع في البلاتو سوف نضع سحن في الدقيق و نضع في البلاتو و نضع موافق من فورتها و نضع دصان و نعود الى دصان و نضع موافق من الفوق سوف نضع أمسك سوف تكون هنا في قبل و ليس لديهم نفسها و تقدم المشكلة و تنسقط مكثرة و تنسقط مكثرة و تنسقط مكتر رمضان تعسنا ربي ويطيح النار ان شاء الله بارد في مارس ليس كما العوام اللي فات وكان يجينا في الصيف في الصيف شوية باش نشعله حني الحمدلله يا ربي نحي عليك الوقفة وليما تعرفش تدير الكساخ ميرا حتى تتعلمها بها تجيها احسن والتي تحب تديرها في الطاجين تقدر تحطها تقرسها فوق البابي في فوق البابي ورقة الطبخ تحطها فوق وبعد فوق الطاجين تقرسها فوق الطاجين ثم تسحبوا البابي تطيب لها عادي تقدر تديرها في الطاجين و تقدر تديرها في الفور هنا البنات عام كده جونية ربع خبزات قلت لكم بكيلو دقيق جونية ربع خبزات متوسطة البنات لا يوجد شيء عالية و تاني لحبيتها تقرسها 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 تجنزها ستغبها تضغب بيضون عجن تجزها تحطها تتغبتها تتغبتها تضغبتها اشتركوا فيها البنات كثيرا لا بطر لا بطر لا بطر لا عجنتي بسقيته البنات جاءت خفيفة خفيفة والله هي البنات تجربوها لا تنضمو عليها و زيدون بلوس دو ساعة البنات غير بالدقيق غير بالدقيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة حتى يتم اشتركوا في القناة خطوات مهمة خطوات الجدية نبدأ البطاطا كوشا نقص البطاطا نقص البطاطا 0.8 سنتيم نقص البطاطا نقص البطاطا نقص البطاطا نقص البطاطا تم إحضاء الفلس نقص البطاطا نقص البطاطو نقص البطاطا لأستمر أجل لك بالشيء خصفتها اقضيت كل هذه القرصة تقسم بالوقت خاصة القاتلة اضع حول القرصة لا يهمها جريوات التقلة و البطاطا ثوميا ، الماء ، الزيت كمون ، كركم ، فلفل حمار فلفل أسود ، الملح نضيف البطاطا ثوميا ، الماء ، ثوميا ، كمون ، كركم ثوميا ، ملح ، زيت ثوميا ، نضيف البطاطا ثوميا ، ثوميا ثوميا. ثوميا ، نضيف البطاطا ثوميا 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 اضع الطماطم بمأنه فيها شرح منقلها من شوية كما رحى هذو كالطيب و الفلفل كالكتاني رحى هذو كالطيب يعني الحواج اللي يدعون الوقت جريوات وباطاطا اهاني قليتهم بعد باش يجيب بنان وهذه يا حبيبات يستفي كما حبيتي ديري في المول اللي حبيتي وشينة باطاطا كوشان حبها في الوحدة الفور هذا بعدها يا ربنات رحان بزع هذه كلاسوس اللي يدرسها سوف تشربها مثل الحيل لجريوات للباطاطا لانه من اللي حنا لاسوس يا البنات و بعدها اللي هنا كما رأيكم تشوفوه حطيت شرائح انتها الطماطم من الفوق تقدري تضيف الزيتون كي الطيب تقدري تزيدي وش حبيتي البنات بطاطا كوشان اختيارية انا اعطيتكم في كرا برق وانتي دور يا راس كل اللي هنا البنات مش تدخل الطيب والبناكا يتمارينا وكل مع بعضاها نغطيهم كماكا وندخلهم للفور يا البنات ومن جيها اخرى رحى تقصيت شوية تقصيت شوية البنات بشتاعي وحطيتها اباق وزيت رحى نحط عندي يا هادو ستاكيات رحى نزيد نشويهم يا البنات بمليح باش نحطهم فوقها علاش تول الحم هكا كي يعد عندكم ستاك لو كانت تحطوه فوق الكرا تانتاك وما حي يقددو ميجيش بنين شوي به واحدو بعد قرنيو به انا هكا ندير يا البنات انا حبيباتي قلت لكم باش تجيني شوي هادا كمليح وجيني حمر ديما نحط كمية حمر الزيت مع كمية الزبدة رحى تخلي الكبنة وحطها في اللحوم لدجاجة حطي الزبدة وحطي شوية دع الزيت وخليه يتحمره ويعطيك تحميرها هذيك وطياب يجي طري شتيكي تقليل الحم والدجاج في الزبدة رحى تجيك طريية اللحوم وحطي بطريين اللحنة حبيباتي ما طابت لي البطاطاكوشة وحطيت فوقها في خماج غابي وشوية دبشة نحيتها دركاء البنات وقرنيتها من فوق باللوحب هذك اللحنة اللحنة وحمرتها في الزيت و الزبدة جيت بنينة تعب لي البنات شاهيتكم في الجنة لأنني قلت لكم تقدروا تعاودوا اللحنة بجنيهة الدجاج بسكالوب بوش حبيتي تعاودة كم تقدري تخليها ما فيها والو تقدري تقدمها كما قلوها معا شو ربعة واللان موهم شاهية طيبة البنات عطيت لكم فكارات عكسرة وعطيت لكم فكارات عشي والله الله وتحمل الوجه كما قالها العمام تقدري تديرها ليليه توجد والله نقول لكم يا البنات وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى أن الوصفتين نالت إعجابكم وإن شاء الله مزيد من الوصفات واكتبوا لي في كومنتي غيرنا نحط لكم لبتي فيديو وقولوا لي للوصفة اللي تحبوا نديرها لكم اللي قتلي على الوصفة عكسرة أهراني حطيتها لها نتمنى تكون شاهدتها كومنتي لي اكتب في كومنتيار بلاكي شفتي الوصفة عكسرة وهذه يا حبيبتي اللي هنقولكم قوال خير ملاقة الخانش الله في فيديو آخر مع السلامة اشتركوا في القناة